القسم الخامس اللي وصلنا ليه اسمه الستيج اللي هو المسرح او المنصة اكينك واقف عليها وبتتكلم مع العملة بتوعك اللي انت بتعمل لهم المحتوى تسأل نفسك هنا سؤال لاي مرحلة من مراحل رحلة المشتري بتوصل يعني احنا عارفين ان المشتري او الباير برسونا لما بيجي بيشتري منك وانت بتقدم له محتوى انت بتبقى ماشي معايا خطوات معينة في الاول المشتري بتبقى بداية رحلة المشتري بتبتدي بالاتنشن او لفت الانتباه او الاهتمام بعد كده بيبقى فيه اللي هو تكون عنده فيه رغبة معينة او اهتمام معين باللي انت بتقدمه وبعدين بعد كده ممكن يكون عايز يعرف ويتأكد من اللي انت بتقدمه دوت حقيقي وبعدين بعد كده يبقى فيه كل تو اكشن او قرار بالشراء او اللي هي المراحل النهائية اللي هو بقى متأكد من خدمتك وحتى بعد ما يشتري الخدمة او المنتج بيبقى فيه مراحل تانية للمشتري وهي بكاستمر سابورت ان انت بتشوفه وبترعيه بتعمله خدمة عملة وممكن تعمله resailing وoptimization وتبيع له تاني كل دوت مراحل من مراحل المشتري اللي ممكن تتكرر وما بتخلص فانت لازم تحدد المحتوى بتاعك اللي انت بتسوق به انت فين دلوقتي من رحلة المشتري هل هتقسم المشتريين بتوعك لتقسيمات وهيبقى فيه محتوى لاجزاء منهم عن ناس تانية يعني مثلا من الموقع بتاعك او من السوشيال ميديا بتقدر تقسمهم التقسيمات ديت بشكل ما ولا هم كلهم بيكونوا في مرحلة واحدة فلازم تسأل نفسك سؤال وانت في القسم دوت اللي هو القسم الخامس من ال content marketing strategy model واسمه stage او المنصة او المسرح تسأل نفسك سؤال اول هنا بتقول انا فين او في اي مرحلة من المراحل المشتري وصلت واحنا في ال content marketing strategy model وفي القسم الخامس اللي هو ال stage او المسرح بتسأل نفسك لان انت يعتبر المسرح هو بالنسبة لك السوق او الماركت انت منتج producer فبتسأل نفسك انا ايه مميزات خدمتي ايه مميزات خدمتي ايه اللي بيخلي خدمتي اه فيها ميزة فريدة عن اي خدمات تانية انا عندي منافسين في السوق وعندي ممكن يكون فيه ركود في السوق فايه اللي هيخلي الجمهور بتاعي يتحرك وينجذب اليه اه ممكن اكون مش بابعلو المنتج دلوقتي بس دوت هيساعدني فيه المحتوى لان المحتوى ممكن يبقى فيه interactive تفاعل هيخلي العميل يتكلم معايا كأنه صاحبي او انا صاحبه حتى لو انا مش بتعامل معاه للسوشيال ميديا والانترنت وانا بديله فلاير بس الفلاير دوت ممكن يحسسه ان انا بحلله مشكلة ايه الميزة اللي عندي ايه اللي هيخليه اول ما يشوف الفلاير او هيشوف البوست على الانترنت هيقول اه الخدمة دي فيها ميزة انا مش لقيها دوت لازم نعرفه ونحدده في القسم بتاع الستيج او احنا موجودين على المسرح في الكنتنت ماركتنج استراتيجي موديل واحنا لسه على الستيج او المسرح اللي هو القسم الخامس في الكنتنت ماركتنج استراتيجي هنسأل نفسنا كمان سؤال ايه هي الاحتياجات او المشاكل او الاسئلة اللي بتيجي في ذهن المشتريين ده هيخلينا لما نعرفه ونكتبه قدامنا الاسئلة حط نفسي مكان المشتري واكتب الاسئلة دي هتساعدنا في ان احنا نعمل سيناريوهات مختلفة سيناريوهات للكتابة لان احنا ما ننساش ان احنا بنعمل دلوقتي تسويق بالمحتوى هيحتاج مننا كتابات مختلفة فالكتابات ديت لما اعرف بالزبط المشاكل اللي عند المشتري واقدر احلها بكتابة وبحط النفسي سيناريوهات وكتابات واساليب مختلفة واشوف التفاعل معاها ودرجة التفاعل وعمل عملية مجرمنت وخياس بعد مكتبها هيأكد لي ايه هي الحاجات اللي انا فعلا قادر ان انا احلها حتى لو بالكتابة كمرحلة اولى عشان اوصل بعد كده للمرحلة التانية بعد جذب انتباه العميل ان انا اقدر اتفاعل معاها اكتر واقدر اعدل في الخدمة اللي عندي عشان اوصل للتوقعات والاحتياجات بتاعة المشتري بتاعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة